مرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر العلمي مع موضوع جديد وشيق وهو بعنوان تركيب النباتات الجزء الثاني أعزائي الطلبة سوف نبدأ في عرض موضوع اليوم ولكن بعد الفاصل أعزائي الطلبة مرحبا بكم من جديد وأذكر بعنوان حلقة اليوم وهو بعنوان التركيب النباتات الجزء الثاني حاول أن تستذكر عزيزي الطالب ما أخذناه في الحصة السابقة عن تركيب النباتات انظر إلى الصورة التي أمامك النبتة تتركب من زهرة ساق وورقة ولكن هناك تركيب ناقص وهو الجذور إذن ما الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها النبات الأزهار السيقان الأوراق والجذور دعنا نستذكر عزيزي الطالب مما تتركب الورقة النباتية تتركب من ثغور نصل عنق الورقة والعرق نأتي الآن إلى السوق النباتية ما هي أهمية السوق النباتية للنبات أو ما هي وظائفها؟ نلاحظ عزيزي الطالب لها وظيفتان رئيسيتان هما حمل الأوراق والأزهار ونقل الماء والمواد الغذائية إلى باقي أجزاء النبات وفي بعض النباتات يكون لها دور آخر وهو تخزين الغذاء الزائد عن حاجتها كالبطاطا تخزن الغذاء الجاهز عنها على صورة نشا إذن إنها تعمل في بعض النباتات على تخزين الغذاء الزائد عن حاجة النباتات كمثل البطاطا ساق تحت أرضية تخزن النشا لاحظ عزيزي الطالب هذه الصورة تتصل الأوراق بالسوق في مواضع تسمى العقد وتعرف قطع الساق بين عقدتين باسم العقلة تظهر البراعم عادة أنماط منتظمة بين الورقة والعقدة في معظم السوق سوف نقارن الآن بين ساقين نبات النعناع وساق نبات دوار الشمس لاحظ عزيزي الطالب الجدول الآتي ساق نبات النعناع وساق نبات دوار الشمس وسوف نقارن بينهما من حيث نمط ترتيب البراعم على الساق في ساق نبات النعناع تظهر البراعم في وجهين متقابلين أما في ساق نبات دوار الشمس فتنمو على وضع تبادلي على ساق النبتة وكلما نمى البراعم أعطى دعاما للنبات فيتيح لها استقبال أكبر قدر من الضوء إذن عزيزي الطالب يعتبر نمط نمو البراعم تكيفا يتيح لأوراق النباتات أكبر قدر من التعرض للضوء تابع معي عزيزي الطالب أنواع السوق وأشكالها سوف نتحدث الآن عن أنواع الساق وأشكاله في الصورة الأولى نشاهد ساق خشبية وفي الصورة الأخرى نرى نباتا متسلق وفي الصورة الأخيرة نرى شجرة أو ساق خشبية إذن كيف تختلف ساق الشجرة عن ساق النباتات العشبية سوف نقارن بينهما الآن في ساق النباتات العشبية هي غير خشبية وتتكون من أنسجة لينة نسبيا مغطى بطبقة واقية رقيقة أما ساق الشجرة فيها تكون خشبية تابع معي ساق الشجرة خشبية قوية إذن هناك أنواع مختلفة من السوق التي تكيفت لتخزين الغذاء تابع معي عزيزي الطالب هذه الصورة نلاحظ عدة أشكال مختلفة من أنواع السوق لتخزين الغذاء المثال الأول لأنواع السوق هو الكورمات مثال عليه نبات القلقاس أما في البصلة فهي تخزن الغذاء الزائد عن حاجتها في ساقها وهي القاعدة الموجودة أسفل البصلة نأتي إلى المثال الأخير فهي تخزن على شكل رايزومات إذن عزيزي الطالب الأنواع المختلفة من السوق التي تكيفت لتخزين الغذاء هي الكورمة كما في نبات القلقاس والبصلة والرايزوم والدرانات في البطاطة إذن متى يستخدم النبات الطعام المخزون في الساق يوجد هناك طور من أطوار حياة النبات يعرف بطور السكون أو الكمون إذن عندما تبدأ النبتة بالنمو بعد السكون إلى أن تصبح قادرة على إنتاج ما يكفيها من الطعام نأتي الآن إلى تركيب السوق عزيزي الطالب يتألف ساق النبتة من ثلاث تراكيب البشرة الأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية التي تتكون من الخشب واللحاء لاحظ عزيزي الطالب في هذه الصورة هناك ساق نبتة أحادية الفلقة وساق نبتة ثنائية الفلقة لاحظ عزيزي الطالب هل توجد فروقات بينهما؟ نعم في ساق نبتة أحادية الفلقة نرى الحزم الوعائية مبعثرة انظر أيضا إلى تركيب النسيج الوعائي والآن عزيزي الطالب سوف نبين الاختلاف بين ساقي نبات أحادي الفلقة ونبات ثنائي الفلقة سوف نشاهد في نبات أحادي الفلقة أن الحزم الوعائية فيه مبعثرة أما في ساق نبات ثنائي الفلقة سوف نشاهدها مرتبة في الأنسج الوعائية وهي التي تتكوم من نسيجي الخشب واللحاء سوف نشاهد أن نسيج الخشب يكون نحو مركز الساق أما نسيج اللحاء سوف يكون للخارج في ساق نبات ثنائية الفلقة يوجد بينهما تركيب يعرف بالكامبيوم الإنشائي وهو يغيب عن ساق نبتة أحادي الفلقة وهذا أحد الفروقات الأساسية تترتب الخلايا البرانشيمية في مركز الساق في ساق نبتة ثنائية الفلقة لتشكل ما يعرف بالنخاع أما في ساق نبتة أحادي الفلقة فنشاهده ولكن أصغر إذن يختلف تركيب الساق في النباتات أحادي الفلقة وثنائية الفلقة وقد بيناه سابقا نأتي الآن عزيزي الطالب إلى ما يعرف بالجذر وهو تركيب ينمو تحت سطح التربة وتكمن أهميته في تثبيت النبات بقوة في التربة ونقل الماء والمواد العضوية إلى باقي أجزاء النبات وبعض النباتات ممكن أن تخزن الغذاء الزائد عن حاجتها في جذورها سوف نلاحظ الآتي الجذور هي الجزء الذي ينمو تحت سطح التربة ووظيفتها امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة وتثبيت النبات بإحكام في التربة وبعضها يخزن الغذاء الزائد عن حاجة النبات لاحظ عزيزي الطالب هذه الصورة ماذا تلاحظ؟ لقد نمت فروع هذه الشجرة مائلة بفعل الرياح ولكن ما الذي كان يثبتها بإحكام في التربة؟ صحيح جذورها القوية إذن سوف نأتي الآن إلى أنواع الجذور وأشكالها هناك نوعان رئيسيان من أنواع الجذور هناك الجذر الوتدي كما نلاحظ وهو جذور عميقة تمتد إلى داخل التربة وتحمل جذورا ثرعية النوع الآخر وهي الجذور الليفية وهي عبارة عن تراكيب خيطية وهي عبارة عن تراكيب خيطية الشكل إذن لاحظ عزيزي طالب في هذه الصورة الجذر الليفي والجذر الوتدي والجذر الوتدي كما ذكرنا موجود في النباتات ثنائية الفلقة والجذر الليفي الموجود في النباتات أحادية الفلقة ما أهمية الجذور الليفية للتربة عزيزي الطالب؟ ماذا تتوقع؟ سوف تلتف الجذور الليفية حول حبيبات التربة لتمسكها بإحكام وبذلك تمنع الطبقات السطحية للتربة من التآكل إذن لاحظ معي عزيزي طالب أهمية الجذور الليفية للتربة تمنع تآكل الطبقات السطحية للتربة لأنها تلتف حول حبيباتها وتحيط بها بإحكام دعنا عزيز الطالب نبين تركيب الجذور تتكون من ثلاثة أنسجة أساسية البشرة والأنسجة الأساسية التي تعرف بالقشرة والأنسجة الوعائية التي تتكون من اللحاء والخشب دعونا نرى تحتوي الجذور على ثلاثة أنواع من الأنسجة البشرة والأنسجة الأساسية التي تعرف بالقشرة والأنسجة الوعائية التي تتكون من اللحاء والخشب لاحظة عزيزي الطالب في هذه الصورة هناك مقطع طولي لجذر نبتة ثنائية الفلقة ما التراكب التي تشاهدها نلاحظ طبقة البشرة والبشرة الداخلية التي تعرف بالإندو ديرمس والأنسجة الأساسية التي تعرف باسم القشرة والإسطوانة الوعائية أو الأنسجة الوعائية التي تعرف باللحاء والخشب تلعب بشرة الجذر دورا مزدوجا فهي تحميه وتمتص الماء من التربة إذن تلاحظ عزيزي الطالب بشرة الجذر تؤدي دورا مزدوجا واحد حماية الأنسجة الداخلية اثنين امتصاص الماء عند أطراف الجذر في منطقة التمايز حيث تمايزت خلايا البشرة إلى شعيرات جذرية ماصة نأتي الآن عزيزي الطالب إلى الشعيرات الجذرية الماصة وهي تراكيب أمبوبية دقيقة الحجم تنمو من الأخشية الخلوية لبعض خلايا البشرة وتكمن أهميتها في زيادة مساحة سطح الماص للماء بدرجة كبيرة إذن تختلف الأنسجة الوعائية من قسم إلى آخر في النبات سوف نقارن الآن بين الجذر والساق من حيث النسيج الوعائي في الجذر يكون أسطوانة وعائية مركزية بحيث يكون اللحاء مستقلاً عن الخشب ولكنهما يتوزعان بنمو التبادلي أما في الساق يترتب الخشب واللحاء في حزم وعائية حيث يكون اللحاء لجهة الخارج والخشب لجهة الساق سوف نستعرض عزيزي الطالب الآن تركيب جذر النباتات سوف نفرق بين النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائية الفلقة من حيث تركيب جذورها فسوف نلاحظ أن في نباتات ثنائية الفلقة يكون مركز الساق ممتلئ بأنسجة الخشب على شكل أذرع وتتوزع أنسجة اللحاء بين هذه الأذرع أما في نباتات أحادية الفلقة سوف نلاحظ أنها مرتبة في شكل دائري لاحظ عزيزي الطالب طبقات البشرة الموجودة بين أحادية الفلقة وثنائية الفلقة ما الطبقة التي تلي البشرة؟ أحسنت هي طبقة القشرة لاحظ سمك طبقة القشرة بين نبات ذات فلقة واحدة وذات فلقتين بالتأكيد لقد استنتجت الفرق في نبات أحادي الفلقة طبقة القشرة أسمك من نبتة ثنائية الفلقة لاحظ عزيزي الطالب البشرة الداخلية للجذر أنها تحيط بأنسجة الخشب واللحاء في نبتة أحادية الفلقة وأيضا في نبتة ثنائية الفلقة شاهد عزيزي أيضا طبقة من الخلايا البرونشيمية تكون في مركز الساق لأحادي الفلقة إنها تسمى النخاع وهي تتكون من خلايا برونشيمية استنتج عزيزي الطالب الخلايا التي تكثر في هذا القطاع أحسنت هي الخلايا البرونشيمية هي الخلايا البرونشيمية سوف نقارن الآن بين النسيج الوعائي في جذر نبتة أحادية الفلقة وجذر نبتة ثنائية الفلقة في النبتة أحادية الفلقة حلقة تحيط بمساحة مركزية من الأنسجة البرونشيمية التي تسمى النخاع أما في النبتة ثنائية الفلقة فقلبها مصمت في مركز الجذر له أذر عبارة عن الخشب ويتوزع اللحاء بين هذه الأذران والآن نسترجع عزيزي الطالب ما أخذناه أخذناه عن تركيب الساق وتركيب الجذر وهم يتكونان من البشرة الأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية سوف نأتي الآن إلى الزهرة وهي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية وتكمن وظيفتها في إنتاج الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة كما نلاحظ الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ووظيفتها الأساسية هي إنتاج الأمشاج الذكرية والأمشاج المؤنثة وتشكل أيضا التركيب الذي تتم فيه عملية الإخصاب لاحظ عزيزي الطالب في الشكل الذي أمامك عمليتي التلقيح والإخصاب التلقيح هو انتقال حبوب اللقاح إلى الجزء المؤنث من الزهرة أما الإخصاب فهو اتحاد المشيج المذكر بالمشيج المؤنث لتكوين ما يسمى باللاقحة أو الزايغوت نلاحظ أيضا هنا الثمار فهي وظيفة حماية البذرة التي داخلها نأتي الآن عزيزي الطالب إلى مقارنة بين التلقيح والإخصاب وكما ذكرنا التلقيح عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكرة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة أما عملية الإخصاب فهي عملية اتحاد حبة اللقاح المشيج المذكر معه المشيج المؤنث وهي البيضة لتكوين اللاقحة أو ما يعرف بالزايغوت والآن عزيزي الطالب دعنا نقارن بين النباتات أحادية الفلقة وثنائية الفلقة بناء على ما درسنا من حيث البذرة والحزم الوعائية والجذور والأوراق دعنا نشاهد الجدول التالي في البذرة أحادية الفلقة تكون ذات فلقة واحدة بذرتها أما في ثنائية الفلقة فتكون بذرتها ذات فلقتين أما في الأوراق في أحادية الفلقة كما ذكرنا تكون تعرقها متوازي أما في ثنائية الفلقة فتكون ذات عروق متفرعة من حيث الحزم الوعائية سوف تكون في أحادية الفلقة مبعثرة الشكل أما في ثنائية الفلقة فتكون مرتبة نأتي أخيرا إلى الجذور في أحادية الفلقة جذرها ليفي أما في ثنائية الفلقة فيكون جذرها وتدي وهو الذي يمتد إلى أعماق تحت الأرض دعنا عزيز الطالب نختبر ما أخذناه في هذا الدرس سوف نأتي إلى ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في كل من العبارات التالية في السؤال الأول لنبات الفراولة ساق تحت أرضية تخزن كميات من النشا حاول أن تستذكر عزيز الطالب هل الفراولة له ساق تحت أرضية تخزن النشا الإجابة خاطئة في السؤال الثاني يعتبر نمو نمط البرعم تكيفا يتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضع حاول أن تتذكر الإجابة صحيحة أحسنت في السؤال الثالث يتركب الجزء الأكبر من الجذر من خلايا برانشيمية حاول أن تسترد عزيز الطالب الصورة التي في ذهنك عن تركيب الجذر هل كانت الخلايا البرانشيمية بكثرة داخل مقطع الجذر أحسنت الإجابة صحيحة نأتي الآن إلى قارن بين كل من ساق نبات النعناع وساق نبات دوار الشمس من حيث نمط ترتيب البرعم على الساق في ساق نبات النعناع تكون الأوراق أو البراعم على وضع متقابل أما في ساق نبات دوار الشمس سوف تكون في وضع تبادلي إذن في ساق نبات النعناع تظهر البراعم على الجانبين المتقابلين للساق أما في ساق نبات دوار الشمس تنمو في نمط تبادلي على طول الساق سوف نقارن الآن بين الجذر والساق من حيث ترتيب النسيج الوعائي حاول أن تسترد الصور التي في ذهنك عن تركيب الجذر والساق وحاول أن تتذكر ترتيب النسيج الوعائي فيها أحسنت الجذر من أسطوانة مركزية والساق من حزم وعائية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم بعنوان تركيب النباتات الجزء الثاني نترككم في حفظ الله ورعايته مع السلامة اشتركوا في القناة